ده على مستوى المنتخب الأولمبي على مستوى المنتخب الأول مبارح كمان كان اتعاملت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية عشرين خمسة وعشرين طبعا المقرر إن شاء الله تقام في المغرب مصر وقت في قرعة التصفيات زي ما قدام حضراتكو في مجموعة بتضم كاب فيردي الرأس الأخضر ومنتخب موريتانيا ومنتخب بيتسوانا الحقيقة من الشكل العام كده تقول لا الموضوع سهل يعني تقول لا يعني ما عندناش مشكلة وأنا بقايد صوت حضرتك إن احنا فعلا ما عندناش مشكلة لكن في بعض الحاجات علشان نقول ما عندناش مشكلة لازم نعملها منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر كلنا شفنا البطولة الأفريقية اللي فاتت منتخب متطور جدا عنده لعيبة مميزة جدا منتخب متوسط أعماره قليل جدا عنده سرعات عنده قوة عنده شكل تكتيكي كويس منتخب موريتانيا كمان موريتانيا من أربع خمس سنين كان منتخب يعني للأسف مش من المنتخبات التقلق منها لكن الحقيقة النظر الأولى تقول مصر قادرة مصر قادرة ما فيه الشجل احنا الأفضل واحنا الأقوى واحنا الأقدر للصعود بهذه المجموعة طبعا على رأس المجموعة ولكن الشروط التحضير زي كده ما مارسل كولر كان بيتكلم في المؤتمر بعد مباراة الداخلية يقولك احنا بنترجنا على الداخلية ودرسنا للخصم بشكل كويس وحضرنا ليه بشكل جيد على مستوى المنتخبات لازم يكون هذا التركيز وهذا التحضير مليون في المية وخاصة مع الطفرة الكبيرة اللي بتمر بيها القرى الأفريقية والمنتخبات الأفريقية محتاجين دراسة كويسة جدا يمكن تدي النقطة الوحيدة اللي ممكن ابعت رسالة للكابتن حسام حسن محلل الأداء اللي لازم يكون موجود بشكل ويكون محلل الأداء على مستوى عالي جدا بيحللك أداء المنتخبات اللي انت حتقابلها ده مهم جدا جدا القرى فيها يعني تقدم كبير جدا جدا والخورة بتتقدم في الأرقام والتحليلات بشكل كبير جدا فعايز أقول لحضراتكم ان احنا مجموعتنا مجموعة سهلة ولكن ما بين قوسين الحذر منها والتحضير بشكل جيد هو ان شاء الله هو طريقنا كلنا ثقة طبعا في الكابتن حسام وجهازه الفني عندنا يعني عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيه وعندنا ان شاء الله مشوار كمان تصويرات المهيلة الكاس العالم فان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا كابتن حسام حسن مدير الفني المنتخب مصر الحقيقة كمان مبارح بعد القرى قال ان انا جاهز للمباريات وجاهز لهذه الموقعة واحنا ان شاء الله هنتأهل وان الطبيعي اسمه منتخب مصر هو مش هيتأهل للأفريقا ولا لأ ولكن هو حينافس ان شاء الله على لقب هذه البطولة قال كمان انه قال يعني مسبقا ان الكرة في أفريقا بتتطور أكيد للأفضل والمجموعة بتضم منتخبات جيدة ولكننا كلاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز وتحييل الألقاب ده كابتن حسام حسن بيتكلم تقريبا تقريبا بنفس اللغة اللي بتكلم عليها المواعيد المباريات يعني دي تصفيات المؤهلة الكاس أمم أفريقيا في المغرب السنة اللي جاي الجولة الأولى والتانية من الفترة من اتنين حتى عشرة سبتمبر والجولة التالتة والربعة من سبعة لغاية خمستاشر أكتوبر والجولة الخمسة والستة من حداشر إلى تسعتاشر مبامبر عشرين أربعة وعشرين بقول لحضراتكم كل التوفيق لمنتخبنا عايزين ان شاء الله بإذن الله يعني نمشي بالتوازي التصفيات المؤهلة الكاس العالم عشرين ستة وعشرين ان شاء الله أنا بوجهة نظري محسومة بشكل كبير التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا خمسة وعشرين في المغرب كمان ان شاء الله تكون محسومة بشكل كبير لمنتخبنا الوطن النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندنا كلام كتير ومهم مع حضراتكم هنتكلم كمان عن استعدادات النادي الآلي لمباراة طلاع الجيش ان شاء الله يوم الاثنين كمان فريق الاعداد الحياة محضر النهاردة وجبة دسمة جدا من الارقام للنادي الآلي في مبارياته اللي فاتت وكمان رؤيته للمباراة اللي جاي امام طلاع الجيش هيكون زي ما قلت لحضراتكم هيكون معنا اتنين من يعني الديوف الكرام والمميزين جدا وكان طبعا ليهم سوالات وجولات مع النادي الآلي الكابتن الكبير عادل تعيمة والكابتن الكبير احمد عادل هيكونوا موجودين معنا كمان معنا الدكتور احمد بيومي طبعا لمحلل الاداء وصاحب الارقام والاحصيات الكثيرة جدا محضر لحضراتكم وجبة دسمة ان شاء الله ويعني دايما بقول ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي كل التوفيق لمنتخبنا والحقيقة الدوري المصري الحقيقة مش هتكلم على كل الازمات اللي حضراتكم عارفينها الاسبوع اللي فات يعني هقول كلمة ما بينك وسين كده تاني هرجع لعملية التحضير التحضير يا جماعة مهم جدا 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 في اي حاجة بتعملها في حياتك انك بتحضر من بدري فانك تخش في مشكلة يبقى انت مش محدى الله او انت مش شايفها من بدري انك تخش في معرقة ملهاش اي لازمة فانت كمان مش محدر شغلك بشكل احترافي وبشكل جيد جدا الحقيقة مش عايزة خش ده هيكون يعني كلام عبث شوية لان الامور صعبة جدا جدا على مستوى التنظيم في الدوري المصري لكن احنا كنادي الاهلي كلعبين كإدارة كجهاز فني احنا عندنا تارجت عندنا هدف هو الحصول على البطولة الحصول على البطولة ده مهم جدا وتعالوا مع بعض نشوف الاول يعني ترتيب كده الدوري المصري